في سلع كثيرة دلوقتي احنا ابتدينا نشوف ايه كذا حاجة والله دي ناس كان عندها كذا الراجل ده كان عنده عربية الناس اللي في سوق العقارات يقول لك ايه دلوقتي بقى في حاجة اسمها ايه حد يتكلمك انت كنت مثلا فيه بيت عايز تشتريها او شقة سالفة يجي يقول لك استاذ فلان ايه اصله الناس اللي كانت واخده الشقة دي مرجعاها مش قادرة تكمل الشقة مرجعاها حدودك تعال اخدها بقى مكانهم وكده ليه السنة اللي فات مكنتش قادرت اخدها هذا يا حد يصل الان طيب هتقول لي انت بتعكنن عليا لا انا ببعكننش عليك انا بقولك نهاية الحكاية نهاية الحكاية ايه اكمل لك بقى انت بعد ما نزلت دي اعلي من سعرها ابتدى يبقى في السوق سعر دي اعلي من سعرها فبقى زيها سعرها قال لان اذا كما تسيجي تتكلم هيقولك ايه ازاي ده انا العربية دي مبارح واخدها بخمستاشر الف ده مثلا يعني تقول له بس انا جاي بقى يقول له لا ما انا اخدها بخمستاشر الف ما اقسوه بقى كده فاخدها هتبقى بخمستاشر واخدها بخمستاشر ويبدأ اللي انا كنت بتكلم فيه من سنة تباطق يعني يتحدثون الان بقى لو عايز تتكلم في الاقتصاد الكبير عن انه في حاجات كتير ابتدى تقل بيعها تلاتين وخمسة وتلاتين في المية حاجات مش ما بتتبعش طيب انا بقى مش هممني الاقتصاد العالمي وبوتين قال انه النهاردة وبلينكين قال له تنايل ده انت اقتصاد كواع انت مش عارفين تعملوا حاجة ده فيه الف شركة طالعت من عندوكو ده ماك مكدونالز ساب روسيا الخناءة دي ما لناش صالح فيها انا ليه صالح ايه في المواطن انا بقولك او من بدري لو سمحت طبعا لو انت فل شمع من وراء روحي اللي انا بقوله ده ولا ليك دعوة بيه انما يجب ان انت تاخد بالك على فكرة اللي انا بقوله لكو ده يواجهه الاغنياء والطبقة المتوسطة واللي تحت المتوسطة انا ابتعدت يا جماعة اسمع الكلام دلوقتي اللي هو ايه اه لا اه اه واحنا مالنا اه فيه ناس بتروح تشتري حاجات وتمدي عليها على نفسها كنبيلات للفشخارة وبتاع احنا مالناش دعوة الناس دي يقول لانه اول ما بتبتدي الازمة كل واحد ايه نفسي نفسي يا ربي نفسي انا مالياش دعوة ليه طيب ليه ليه توصل للمرحلة دي طم انت في ازمة خلاص ومشكلة خلاص ما تحاولش بقى تخليها تتفاقم انت حاول لانه لانه هو الفرد والعائلة هم الخلية الاولى في هذا المجتمع لو حضرتك ناوي لانه فكرة اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب دي انا معرفش يعني ايه جاي ازاي يعني كنا كلنا يا رجالة انما لازم شوية تدبير شوية ترشيد شوية حارجع تاني ولا ووو عمر هديب بيتكلم لا عمر هديب بيتكلم لانه في اقتصاد مجتمع كله انت لما انت هيبقى في مشكلة عند البنوك هيبقى في مشكلة عند الافراد ما هي في النهاية كده هو هو الاقتصاديات ماليتها وتعبى بيحصل ازاي انه الدومينو دي تققق عفى ده يقق عفى ده يقق عفى ده يقق عفى خد بقى ما انت لو ما دفعتش للبنك البنك مش هيدفع يعني خد بقى اللفة الحلزونة ياما الحلزونة فانا بقول لحضراتكم ان هذا يحدث الان في دول غنية متقدمة فانت حيبقى موقفك ايه قلنا المعادلة البسيطة السهلة لو هي الحاجة زايدة 25% قل الاستهلاكك 25% اشتركوا في القناة